من أجل هكذا لحظات تاريخية لطالما حلموا بها منتخب مأرب للتيكواندو يعود من بطولة التحدي في عمان رافعا علم البلاد مع كثير من الفرحة والاحتفاء وسط فرحة كبيرة طاف أبطال التحدي شوارع مدينة مأرب في استقبال جماهيري مهيب تشجيعا وتحفيزا وفرحة بمن عهده أبطال خمس ميداليات ملونة ذهبية وبرنزية وثلاث فضيات انتزعها أبطال منتخب مأرب من بين سبعمائة مشارك من سبعة عشر دولة عربية وأجنبية حيث فاز البطل عزام سميء بذهبية فرد ناشئين فيما حقق الثناء محمد جميل عباس الجهمي فضية وبرنزية فرد ناشئين بينما أحمد صوفان في الضية فرد شباب وأحمد فؤاد في الضية فرد رجال شعرت بشعور رائع خصوصا لحين طلعت المنصة والمركز الأول ولحظة رائعة نحن نفوز على خصوص نفوز على المباراة الأخيرة كانت ضد إيراني والحمد لله على كل حال سبعة لاعبين فقط هم من كانوا قوام العدد المشارك في بطولة التحدي في مسقط فيما كان من المقرر أن يكون العدد ثلاثة عشر لاعبا إلا أنه تعذر مشاركة ستة من اللاعبين بسبب تأخر إجراءات تأشيرات الدخول وفوات مباراتهم الأولى في البطولة مما تسبب في حرمانهم فرصة تمثيل بلادهم ورفع علم البلاد في منصة التتويج أسوة بزملائهم الكثير من المعاناة والمتاعب والظروف القهرية التي يعاني منها كل مواهب البلاد كانت حاضرة وبقوة أمام أبطال منتخب مأرب في مسافة شهرين من الإعداد المتواضع بحسب المتاح والممكن تهينا من المشاركة في بطولة التحدي الدولي المفتوحة الذي شارك فيها سبعة عشر دولة وتجاوز عدد المشاركين فيها لجميع الفئات العمرية أكثر من ستمائة لاعب مدت المنافسة في تاريخ ثلاثين واحد ثلاثين أغسطس لمدة يومين شارك فيها منتخب مأرب بثلاثة عشر لاعب تأخر منهم معظم اللعابين من سوف تأخر التأشيرات والحمد لله الذي وصلوا وشاركوا خمس لعابين وحققوا خمس ميداليات ملونة وكانت بطولة كوية وفيها مشاركين من عدة دول وعدة منتخبات وجهود استمرت لمدة شهرين استعدادا لهذه البطولة والحمد لله الله وفقناه وحققنا فيها هذا الإنجاز الذي يعتبر الثاني على مستوى المحافظة حيث شاركنا السنة الماضية في بطولة خريفة بفار وحققنا تسع ميداليات ملونة إنجاز كبير تحقق برغم التحديات وهو ما يستدعي تدخل المعنيين القيام بواجباتهم في دعم المواهب الرياضية من أجل الاستمرار في تحقيق الإنجازات وجلب المزيد من الذهب للبلاد